كان النبي عليه الصلاة والسلام يترقب أي وقت وأي أيام أو سنوات يتمنى أن تكف عنه قريش حربها حتى يتفرغ لدعوة الناس اللي في مكة ما يتجاوزون في ذلك الحين ثلاثة ألاف واربعة ألاف طيب دعوني أدعو الناس فلما أقبل صلى الله عليه وسلم ليعتمر في عمرة الحديبية كما تكلمنا في درس سابق وردته قريش كتب صلى الله عليه وسلم الصلح وكان فريحا بهذا الصلح من بنود الصلح أن من جاء مسلما من مكة يريد المدينة لا يقبل وافق عليه الصلاة والسلام كم واحد بيصلم منكم يا قريش خلال هالعشر سنوات لكن أهم شيء أن أتفرغ أنا لدعوة مئات الآلاف وربما الملايين الذين في الدول والأماكن المتعددة فكتب بينه وبينهم الصلح ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يشتغل في الدعوة فكتب كتابا إلى كسرى وكتب كتابا إلى اليمن وكتابا إلى مصر وكتابا إلى هرقل وجعل يرسلها الصحابي هنا وهالصحابي هنا يدعوهم إلى الإسلام وفتح المجال من أراد أن يأتي للدخول في الإسلام فيا مرحبا به في هذه السنوات في هذه السنتين ونصف تقريبا التي نقضت قريشهم بعدها العهد جعل صلى الله عليه وسلم يشتغل بالدعوة بشكل كبير دعونا اليوم نقف على جانب من قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك كيف بلغ صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الروم وكيف كاتبهم وما هو أسلوب المكاتبة وماذا فعل هرقل لما وصله الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هرقل هو اسمه المجرد وإلا هو يسمى قيصر كما أن كل من تولى على فارس يسمى كسرى لكن له اسم مجرد فكل من تولى على الروم يسمى قيصر لكن إذا قلت ما اسمك قال اسمي هرقل انظر كيف كتب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إليك والعجيب أن الذي يروي هذه القصة هو أبو سفيان يرويها بعدما دخل في الإسلام يروي كيف قابله هرقل وكيف سأله وما هي الأسئلة التي طرحها عليه هرقل وكيف استنتج هرقل وبعدها أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أعظم قوتين في ذلك الحين هما فارس والروم كما تعلمون فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهما رسائل أرسل إلى الروم رسالة مع دحية الكلب رضي الله عنه دحية إذا قرأت في سيرته وجدت أنه لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من العشر المبشرين بالجنة ولم يذكر في الخلفاء الأربعة رضي الله عنه وإذا تكلمت عن كثرة رواية الحديث لم تذكر دحية رضي الله عنه لكنه كان سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختاره صلى الله عليه وسلم ولماذا اختاره جبريل أن ينزل جبريل بصورته إذا أراد أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا بعدما انتهت معركة الأحزاب أقبل جبريل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يناديه وعائشة قد فقدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين يوما كان مرابطا عند الخندق وقد رجع من الخندق يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني يغتسل بعد هذا الوقت الطويل وأن يرى أهله يغير يعني يرتاح تقول عائشة وإذا بصوت ينادي النبي عليه الصلاة والسلام من خارج البيت يقول يا محمد أخرج إلي يا محمد أخرج إلي فتضايقت من هذا الذي سيقطع عليه راحته فقامت تنظر تقول وإذا دحيها الكلبي طبعا في الحقيقة ليس دحيها الكلبي هو جبريل جاء في صورة دحيها الكلبي رضي الله عنه قالوا كان دحيه حسن الصورة جدا جميل فكان جبريل لحسنه لأن جبريل حسن أيضا كما قال الله ذو مرة فاستوى عن جبريل يعني كان حسن الصورة فكان جبريل ينزل في صورة دحيه وكان دحيه إضافة إلى حسن صورته وبهاء وجهه كان أسلوبه حسنا في الحديث يعني كان لبقا لطيفا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله فإذا دخل دحيه على هرقل وناوله الكتاب بابتسامة حسنة رأى هرقل هذا الوجه الحسن المشرق وهذه الابتسامة الحسنة وهذا الأسلوب الحسن فكان خير رسول يبعث إلى أمثال هؤلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه حتى يناظره أو حتى يحفظه القرآن المطلوب منك يا دحيه توصلها الرسالة فقط توصلها الرسالة ويكون مظهرك وشكلك يهيئك لمقابلة أمثال هؤلاء مضى دحيه رضي الله عنه إلى الشام طبعا حتى تصل إلى هرقل في الشام في دمشق يحتاج أن تمر بالغساسنة الغساسنة كانوا في الأردن في ذلك الحين وهم نصارى العرب عرب لكنهم نصارى فإذا أراد أن يصل إلى هرقل لابد أن يمر على الجمارك على رئيس الغساسنة يسأل لماذا تذهب إلى هرقل ماذا عندك ثم يرسل معه من يرسل حتى يصله إلى هرقل فمضى دحية رضي الله تعالى عنه حتى مر بالغساسنة وكان في ذلك الحين هرقل غير موجود في دمشق كان قد انتصر في معركة وظهر فأقسم أن يسير على قدميه إلى بيت المقدس إلى إيليا يصلي ويرجع إلى دمشق وفعلا سار إلى بيت المقدس وصل وعاد إلى دمشق وصار يحكم بين الناس عندها الغسان هذا أرسل دحية إلى هرقل قال خلاص هرقل موجود اذهب إليه الآن في أثناء الطريق دحية ماشي نام هرق الليلة من الليالي فأفى وكان حزاء ينظر في النجوم ويعني ينجم ويعبر أحلام وكان عنده علم عنده علم بكتابهم فلما أصبح وإذا هو خبيث النفس متضايق فقال له من عنده وزرائه وقساوسته قالوا ما لنا نراك اليوم يعني متغير البال يعني وجهك واضح عليه أنك ضايق صدرك قال إني رأيت أن ملك الختان قد ظهر أن الناس الذين يختتنون أن ملكهم قد ظهر فمن يختتن أعطوني الناس اللي يختتنون فهؤلاء لا يعرفون يختتن إلا اليهود لأن اليهود كانوا موجودين معهم في الشام فقالوا لا نعرف أحدا يختتن إلا اليهود فإن شئت حتى ما يضغ صدرك إن شئت أمرت فجمع منها هنا من اليهود فقتلوا وترتاح إذا أنت خايف أن اليهود يكون لهم ملك فوق ملكك جمع اليهود اللي في الشام كلهم واقتلهم وكان اليهود مضطهدين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الشام تضطهدهم من كان منهم في اليمن من كان منهم عند كسرة من كان منهم في مصر ما كان لهم عزة أصل ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حقهم وتعامل معهم التعامل الحسن غلام يهودي يشتغل عنده في بيته عليه الصلاة والسلام يمرض الغلام اليهودي يخرج عليه الصلاة والسلام يزوره من أنت حتى يزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليه الصلاة والسلام ويزوره ويدخل الغلام في الإسلام ويصبح صحابيا رضي الله عنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي إلى طعام فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويأكل عنده الطعام يدخل يهودي يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنا نرى أن الله يعني نقرأ في كتبنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع وجعل يحكي ذلك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده إذن كان يتلطف عليه الصلاة والسلام في معاملته وأولئك النصارى الروم يقولون لملكهم إذا كنت متضايق من هالموضوع أأمر باليهود واقتنهم كلهم فقال انتظروا حتى نرى انتظروا في هذه الأثناء وهم يترقبون أرسل ملك غسان رسولا يسبق دحية إلى هرقل يعني قبل لا يدخل دحية على هرقل ملك غسان أرسل رسولا قال ترى فيه راح شخص جاء من ملك العرب يريد أن يقابلك فهل تأذن أرسل رسولا نصرانيا من عنده هرقل جالس إلا هذا الرسول جاي عربي من الغساسرة فلما جاء قال له هرقل أنت من العرب قال نعم قال هرقل آه قوموا فانظروا أمختتنه أم لا فأخذوا دخلوا داخل وكشفوا عنه ثم خرجوا له قالوا نعم مختتن قال إذن هذا الذي رأيت ملك هؤلاء اللي بيظهر ما هو ملك اليهود هذا الذي رأيت أيختتن العرب يسأل قال نعم كل العرب يختتنون هذه عند العرب حتى قبل الإسلام يفعلونها مضى وقت يسير هذا قال له هرقل ترى فيه واحد جاي من عند الملك العرب يريد أن يقابلك في هذه الأثناء أدخلوا عليه دحية الكلبي رضي الله عنه دخل دحية بكل لطف وأقبل مبتسما وتفضلوا هذا كتاب من نبينا صلى الله عليه وسلم وجال استحيا ينتظر فتح الكتاب وأمر هرقل أن يقرأ عليه هرقل ما يقرأ عربي أمره أن يقرأ عليه استمعوا أيها الإخوة الكرام إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل شوفوا الأسلوب الحسن يا أخي أسلوب الذي يعني يكسب به من يقرأ الرسالة سواء كان مسلما أو غير مسلم وإذا مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ما قال من محمد ملك المسلمين ملك العرب من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم ما قال إله رقل النصراني هرقل الذي يقول الله ثالث ثلاثة هرقل الذي يعتقد فرية عظيمة على الله لقد جئتم شيئا إداء لا يريد يكسبه قال من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم إذا أسلمت ستسلم من القتل تسلم من الضياع تسلم من أن يزول ملكك الإسلام سيزيدك عزا يا هرقل أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وهذه بشرى لكل نصراني أو يهودي يدخل في الإسلام وعممها بعضها العلم على كل الديانات الأخرى هذا الذي يدخل في الإسلام إذا دخل في الإسلام نصراني ودخل في الإسلام فإذا مات لو عاش أربعين سنة صلى في هذه الأربعين سنة مثلا عشرة آلاف صلاة فإن الله يحسبها عنده عشرين ألف صلاة مرتين صام فيها الأربعين سنة أربعين رمضان الله يؤتيه أجر ثمانين رمضان حج عشر حجج يؤتيه الله أجر عشرين حجة هذا تشجيعا لهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت إذا أعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين الأريسيون هم الناس البسطة الفلاحون من قومه تعرف الشام أرض خضرة وأرض زراعة فأكثر قومه يعملون في الزراعة يقول إذا أنت ظللت على كفرك فإن قومك سيخافون من الإسلام ولن يدخلوا فيه وسيبقون على دينك فتكسبوا إثمهم ثم كتب له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراج دحية خلاص وصلت الكتاب نعم مع السلام أرجع طيب ما في رسالة ما في رسالة أرجع رحي الدحية فأمان الله ومشأ فالتفت هرقل إلى رئيس شرطته قال قلب لي الشام ظهرا لبطن كل الشام فانظر لي رجلا من قوم هذا اللي أرسل لي الكتاب أسأله عن شأنه لا تأتيني بواحد من العرب من غساسنا لا أريد واحد من أهل مكة أريد أن أسأله عن شأنه مضت الشرطة بحثوا في الشام دمشق حمص عمات نزلوا في فرسطين ما وجدوا أحدا يبحثون حتى وصلوا إلى غزة ودخلوها وإذا أبو سفيان معه تسعة من قريش هم عشرة أبو سفيان العاشر في الفترة التي هي صلح الحديبية كانوا في السابق ما يستطيعون أن يخرجوا بقوافلهم إلى الشام لأن المدينة في شمال مكة فإذا خرجوا من مكة يريدون الشام خرج المسلمون وقطعوا عليهم الطريق مثل ما أنتم تقطعون الطريق علينا لما نذهب إلى اليمن نقطع الطريق عليكم لكن لما صار فيه بينهم وبين المسلمين الصلح الحديبية خلاص أمنة قريش خرج أبو سفيان ومعه البضائع في غزة يبيع يشتري من تبه إلا ورئيس الشرطة يأتي ويحيط به من أين أنتم؟ قالوا عرب عرب من وين؟ قالوا من مكة قالوا أنتم بغيتون تعالوا وحملوهم معهم أبو سفيان ما يدري يا جماعة طيب أين تذهبون بنا؟ فلم يلبثوا حتى وصلوا إلى دمشق ثم أدخلوهم على هرقل اسمع الآن هرقل كيف تعامل مع هذه المجموعة التي دخلت عليه نظر إليهم هرقل قال أيكم أقرب بهذا الرجل نسبا ما قال أيكم يتبعه أو لا يتبعه يدري كل هؤلاء ليسوا من أتباعه لكن يريد أيكم أقربكم نسبا ليش؟ لأن القريب في النسب في الغالب يعرف طفولتك يعرف عدد إخوانك يعرف أجدادك وأعمامك يعرف أخوالك يعرف زوجتك أبنائك في الغالب أن اللي بينه وبينك نسب ابن عمك ابن خالك يعرف أسرار عن حياتك ما يعرفها البعيد فهو يريد أن يسأل عن أشياء دقيقة ما يريد واحد يقول والله ما أدري هو من أبناء عمي لكن بعيد والله ما أدري من جده لا لا يريد واحد يعطيه الجواب مباشرة قال أبو سفيان أنا أقربهم به نسبا قال طيب تقدم طبعا عبر الترجمان أخيرا قل ما يتكلم عربي وأبو سفيان ما يتكلم رومي قال تقدم فتقدم ثم قال لأصحابه كونوا خلفه فصاروا خلفه فقال للترجمان قال إني سائله مسائل فإذا كذب في واحدة منها فلا تتكلموا لكن أشير لي أنه كذب فيها حتى يعيش أبو سفيان مرحلة تحقيق صعبة فيضطر أن يصدق قال لا تقول كذب إلا ما كذب أشيروني بس تراها في هذه كذب يقول أبو سفيان ولقد كنت أعلم والله أني لو كذبت ما رفعوا أيديهم هذا الأصحابي وكلنا أعداء للإسلام في ذلك الحين يقول أعلم أني لو كذبت والله ما أحد يعلم لكني كنت رجلا عزيزا في قومي أأنف عن الكذب أعتبر الكذب مذمة وهم وإن كانوا لم يقولوا شيئا ما مهرقل لكنهم إذا رجعنا إلى مكة سوف يعيرونني ويقولون يا كذاب يا كذاب فإذا قلت ما لست كذابا قال أولا كذبت عند هرقل فأنا لا أريد أن يمسكوا علي كذبة شوف كيف العرب في فطرتهم صدق والأمانة والخلق الحسن أوقفه أمامه وأصحابه وقفوا خلفه فقال له هرقل سؤال عام في البداية هرقل ذكي ذكي عالم من علماء قومه قال له هرقل أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم أعطني معلومات عامة يعني مثل ما أنت مثلا لو جاء واحد وخطب ابنتك فجئت مثلا إلى واحد من أصحابه وقل تحدثني عن فلان هذا فقالك والله شاب طيب ويدرس في الجامعة وكذا وكذا إذا انتهى من الكلام العام تقول طيب أنا بأسألك أسئلة مثلا هل مثلا يشرب الخمر هل يعق والديه هل هو عصبي ولا هاد هل هو تبدأ تسأل أسئلة دقيقة هنا هرقل سأل سؤال عام من قال سولف علي شوية أخبرني عن هذا الرجل أعطني كلام عام يقول ابو سفيان فزهدت من شأنه قلت لا يهمك هذا ساحر هذا كذاب هذا مجنون هرقل كان أعقل فقال أنا لم أطلب منك أن تشتمه ما قلت لك اشتمه وإنما أخبرني عما أسألك عنه قال سل بالمناسبة الناس منذ القديم إذا كنت أنت صادقا أمينا حسن الخلق مهما قال الناس عليك الافتراءات لن يصدقها الآخرون اليوم لو جاء واحد وقال مثلا آخي إمام مسجدنا هذا إنسان سيء الخلق وكذاب وبدأ يسبه ويحاول أن يشوه صورته فالإمام لما دخل بيصلي بالناس أفرض الإمام جديد أول مرة تعين في المسجد لما دخل قال السلام عليكم ساكم الله وخير تفضل أقم الصلاة فأقام الصلاة وبعد الصلاة سلم على الناس وقال أنا فرح بهذا اللقاء بكم وتشرفت والله بالإمامة في هذا المسجد الطيب المبارك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يسحرهم يغلقوا ما يقدرون يتكلمون فكذب ما قيل عليه كذبه بتصرفه بفعله وأنا قبل أيام كان لي ذهبت لي وصلي في أحد المساجد فلما أردت أني أدخل وإذا بإمام المسجد لسه بيدخل وسلمت عليه والمؤذن يؤذن لا يزال وإذا هذا المؤذن ليس مؤذن مسجدهم الرسمي هذا المؤذن مؤذن في مسجد آخر لكن يأتي أحيانا يزور أصحابه ويقولون له أذن فلما سمعه يؤذن قال يا أخي هذا الرجل أشغلنا يا أخي أشغلنا ويزاحمنا ما أحب أشوف وجهه يا أخي إيش اللي جابه والله لو أشوفه لا أطرده بهالكلام قلت يا أخي هدع صابك إن شاء الله سهل لك جاي أذن قال إيش دخل في مسجدنا قلت يا أخي ذكر الله بس دخلنا إلا المؤذن لسه منتهي من الأذان وبيطلع كذا يتوضى فرأى هذا الإمام وجاء وقال هلا بشيخنا يا مرحبا المؤذن يقول للإمام وقبل رأس الإمام وصافحه فغسل كل ما في قلب الإمام وقال للإمام يا مرحبا أهلني أخ فلان يا مرحبا يا أخي من زمان ما شفناك من زمان ونت قبله شوي تسب الرجال فالتعامل الحسن يقضي على من أمامك النبي عليه الصلاة والسلام كان تعامله الحسن مع الناس يجعل مهما قالوا كاهن كذاب ساحر ما حد يصدقهم ولذلك الناس حتى اليوم الناس اليوم تطورت عقولهم يأتي واحد ويقول مثلا يكتب في وسائل التواصل فلان هذا كذا وكذا إلى آخرة ما دام أنك أنت ماشي على الصراط المستقيم في خلقك وفي تعاملك وفي أمانتك وإن أخطأت قلت أنا أخطأت وآسف وحقكم علي وسامحوني وصح أقر وأعترف ولن أعود إليها الناس لا يقبلون فيك ذمًا بعد ذلك ولذلك هرقل لما بدأ ابو سفيان يقول أتركك من هذا ساحر كاهن كذاب قال أنا لم أطلب منك أن تشتمه إنما طلبت منك أن تخبرني عنه قال ابو سفيان طيب اسألني قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب صراحة هو هذا الرجل مع أننا الآن نعاديه لكنه من رؤوس قريش إذا نظرت في نسبه وإذا هو من رؤوس قومه كله هو وأجداده إذا ذكروا قيلوا النعم ناس أصحاب عز شرف هو فينا ذو نسب هذا السؤال الأول ثم قال هرقل إلى الآن ابو سفيان ما يدري ليش أن تسألها الأسئلة قال هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله هو الآن يقول أنا نبي فيكم يا قريش أحد خلال السنوات الماضية قال نفس الكلام أنا نبي قال لا آه طيب هل كان من أبائه من ملك قال لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم وقد يقول البعض كيف هو أبو بكر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هذا الكلام كان في وقت صلح الحديبية يعني عبد الرحمن بن عوف اتبعه وطلح بن عبيد الله اتبعه وعلي اتبعه وعثمان وناس تجاره وكبار نعم لكن كان عامة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في البدايات عامة من اتبعه في البدايات هم الضعفة أسلم أبو ذر وأسلم أبو الدرداء سلمان الفارسي صهيب أبو هريرة كان يعني ممكن تقول مثلا سبعين في المئة منهم من الضعفة أو أكثر البقية نعم فأبو سفيان يتكلم عن عامة من اتبعه ثم قال أيزيدون أم ينقصون اتبعه هؤلاء يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وهذا اللي قطع قلب قريش وبالمناسبة اليوم الإسلام يزيد ولا ينقص واطلعت على تقرير مترجم أثناء تحضير هذا اللقاء لكم اطلعت على تقرير مترجم تقرير لدراسات أمريكية مترجمة تتكلم عن الأحداث المتوقعة في الفين وخمسين يعني بعد تقريبا خمسة وثلاثين سنة المتوقع ما هو طبعا هم لا يعلمون الغيب لكن عندهم دراسات وخبراء وتوقعات ونظر في التاريخ فكان من ضمنها أن عدد المسلمين اليوم مليار وثمانمائة مليون وأنهم في عام الفين وخمسين أنا سأذكر الرقم الذي ذكرهم أنهم سيصلون ثلاثة مليار ونصف سيتضاعف العدد النصفين مرتين في عام الفين وخمسين وأن المساجد سيصبح عددها كذا وأن المدارس الإسلامية سيصبح كذا وأن حفظة القرآن سيصبح كذا كله في زيادة وأن عدد النصارى سينزل النصارى اليوم ثلاثة مليار تقريبا والبقية مسلمون وأديان أخرى أنه سينزل إلى مليار وشيء وفعلا أصلا النصارى اليوم كثير منهم نصارى بالاسم كما تعلمون خاصة في أوروبا لكنه نصراني عمره ستون سنة وفي حياته ما دخل كنيسة ولا حضر قداس ولا سلم على قسيس وربما ما عنده في بيته إنجيل يقول لك أنا نصراني ولا يطبك شيء من النصرانية بل إذا طلعت على الإحصائيات وجدتها تذكر هذا واليوم ولله الحمد نسمع ما بين حين وآخر نسمع ما بين حين وآخر أن كنائس في الغرب تحول إلى مساجد بينما لم نسمع والله أن مسجدا بني بعدين قالوا والله ما أحد صلى فيه يا جماعة حولوا كنيسة لم نسمع بهذا ولم نسمع في بلد مسلم أن مسجدا بني بعدين قالوا والله يا جماعة اكتشفنا أن المسجد أكبر من اللازم خلاص اقسموا المسجد نصفين وأجروا النصف الثاني بقالة ولا روضة أطفال ولا هل سمعتم بهذا؟ دائما المسجد يبنى وبعد خمسطعشر سنة عشرين سنة ماذا يقولون؟ والله نبغى نوسع المسجد نريد أن ندخل الساحة في المسجد ولذلك هم يزيدون ولا ينقصون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره فالآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره في عدد من الدول اليوم تجد أن يقال لك مثلاً والله دخل في النصرانية كذا ودخل في الإسلام كذا في أفريقيا مثلاً لكن إذا نظرت إلى نوعية من يدخلون في الإسلام ونوعية من يدخلون في النصرانية أدركت الفرق؟ مثلاً يأتي إليك قسيس ويقول أنا والله دخلت إلى الدولة الفلانية في أفريقيا ومعه ثلاث أو أربع شاحنات فيها دقيق أو ذرة وقال لهم يلا الذي سيقول يا عيسى أنت ربي أعطيه كيس ويصطف الناس ويقولونها الكلمة ويعطيهم كيس ذرة ثم يعدهم ويقول وقد تنصر اليوم ثلاثة آلاف شخص كذاب ما تنصروا ولا تعلموا منك نصرانية ولا طبقوها وإنما قالوا ذلك بألسنتهم لتدخله وأنت بعد ذلك في إحصائياتك لكن إذا نظرت في من يدخلون في الإسلام وجدت أن فيهم أساتذة الجامعات طباء سفراء رؤساء ناس لهم وجاهتهم في المجتمع نوعيات فعلا إضافة إلى دخول عوام يدخلون في الإسلام اليوم الدعاة أيضا يذهبون إلى أفريقيا وتجد أن الناس يدخلون في الإسلام وهم يعينون عندهم داعية ويدعوهم إلى الإسلام ويكون له التأثير ويدخل الناس فيه ونحو ذلك ولذلك لما يقول أبو سفيان يزيدون ولا ينقصون بالرغم من أننا نعذب بلال ونعذب سمية ونعذب خباب مع ذلك يا أخي هؤلاء يزيدون يعني العبيد المماليك يمرون بنا ونحن نعذب بلالا ويمظون يدخلون في الإسلام طيب ما تشوفون صاحبكم نعذبه يزيدون ولا ينقصون ثم سأله ويرقل سؤال خطيرا قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه في أحد منهم دخل في الدين وبعدين ما أعجبه الدين وكذا وقال خلاص أنا تركته أخذ أبو سفياني فكر بلال لا والله عذبناه خباب نفس الشيء سمية ماتت تحت التعذيب زوجها كذلك طيب المدينة ما أذكر أحد نحن قلنا في صلح الحديبية اللي بيرتد يأتينا ويا مرحبا به ما جاء أنا أحد قال لا لا يا هرقل ما في ولا واحد ارتد يزيدون ولا ينقصون ولا واحد ارتد فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال هو أصلا طبيعته قبل ما يقول أنا نبي هل كان كذاب ويصنع قصص قال لا لا والله عمره ما كذا اللهم صلي وسلم عليه قال فهل يغدر هنا جاءت فرصة أبي سفيان هو يبحث عن مكان يرمي فيه كلمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل يغدر هل إذا عهدكم اتفق معكم على شيء يغدر بكم ينقض العهد هل يغدر قال لا لكن نحن الآن منه في مدة نحن الآن بيننا وبين الصلح لا ندري ما هو فاعل فيه يمكن يغدر يعني ما ندري يقول ابو سفيان ولم يمكنني والله أن أدخل كلمة إلا هالكلمة ما وجدت شيء أحاول أن أشوه الصورة إلا بها فاستغرب هرقل قال وما يخاف من هذا ليش أنتو خايفين يغدر في هذه الصلح ليش فقال يعني ورّط نفسه ابو سفيان قال إن قومي عاهدوه عهدا لعشر سنين وهم قبل فترة يسيرة أمدوا حلفاءهم على حلفائه فنخشى أن يغدر كيف هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام أحزنت النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب الصلح بينه وبين قريش هو رأس وقريش يعتبرون أنفسهم من رأس المقابل لكن كان في قبائل صغيرة بكر خزاعة تقييف كذا فقالت القبائل طيب نحن ويش وضعنا قالت خزاعة نحن ندخل مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وخزاعة فيه مسلمون وكفار وقالت بكر لا نحن بندخل مع قريش وأصرى خزاعة وبكر بينهم حروب وقد تقدم معنا هذا فلما مضى سنتان ونصف تقريبا بكر ما صبرت تريد تقاتل خزاعة فجاول إلى قريش قالوا يا قريش نحن نريد نقاتل خزاعة قالت قريش لا نحن بيننا وبين الصلح عشر سنوات قالت ما عليش أعطونا سلاح ونجعل الحرب في الليل فتأتون وتهجمون معنا وخزاعة فيها الليل ما يدرون هذا قريشي ولا بكري وتمشي عليهم قالت قريش طيب وجاءت قريش وأمدتهم بالسلاح وتلثم رجالهم من قريش ودخلوا في المعركة وقتلوا من خزاعة وقد ذكرنا في السابق أن عمر بن سالم خرج من خزاعة على فرسه أو على بعيره إلى المدينة يستنجد يريد قوة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد القصيدة المشهورة قال يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد بأنه بينك حلفا تنصرنا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يجري مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا وجعل يجري فيها القصيدة حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال نصرت يا عمر بن سالم ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء يحاول أن يرتب أن يفتح مكة في هذه الأثناء أبو سفيان راح يعني قال لا إن شاء الله الموضوع سهل وما حصل شيء وراح للتجارة وهو يقول يا هرقل نحن خايفين الأيام هذه نحن بيننا وبيننا حهد قال هرقل ليش لماذا قال لأننا أمدينا حلفاءنا ضد حلفاءه فماذا قال هرقل قال إن كنتم بدأتم فأنتم أخدر إذا كنتم فعلتم ذلك تستاهلون إنه يحاربكم يقول أبو سفيان فوالله ملتفت إليها مني ثم قال له هرقل هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه يعني انتصر في بدر وانتصرنا في أحد الخندق لا لنا ولا علينا يعني جاءتنا ريح جاء يدخل مكة ومنعناه سميت الحرب سجال أخذا من السجل السجل هو الدلو الدلو عادة يلقى في البئر ثم يأتي مثلا اثنان ليستقي الدلو ثقيل يحتاج اثنين يسحبونه فيسحبونه ثم هذا يصب لنفسه في قربته ثم يلقونه ثم يطلعونه اثنين مع بعض ثم يصب للآخر ثم يطلعونه بعدين يعب القربة الثانية فسجل لهذا وسجل لهذا فسميت الحرب سجال إذا كانت هؤلاء مرة وهؤلاء مرة قال له هرقل فماذا يأمركم بماذا يأمركم قال وكان أبو سفيان صادقا قال يأمرنا يقول عبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقولوا آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح ما أجمل هذا طيب ليش ما تتبعونه مدام يأمركم بهذا لماذا لا تتبعون انتهت الأسئلة الآن اسمع الكلام الذي يدلك إن هرقل فعلا عالم قال هرقل للترجمان ترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها موسى بعث في نسب من قومه من بني إسرائيل عيسى بعث في نسب من قومه الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله في أحد منكم من أجدادكم قال أنا نبي قبله فقلت لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله رجل كذا سمع فيه فكرة قبل وأراد يحييها وسألتك هل كان من آبائه ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه لكن ما كان آبائه ملكا وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله الرجل اللي عمره ما كذب على الناس أول كذبة يكذبها على رب العالمين مستحيل وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل مثل ما قال قوم نوح لنوح يشقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادياً رأي ناس الضعفة اللي ما عندهم رأي حتى وما نرى لكم علينا من فضل قال وكذلك أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يتكلم بيقين يرقل والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاه إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا ويقول ليبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يقين قال وسألتك أي ارتد أحد منهم اللي دخلوا معه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا ثم قال هرق الكلمة عظيمة قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب الإيمان إذا استقر في القلب تعذب ولا ما تعذب ما يطلع وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم بالصلاة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان وأنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين الله أكبر إذا كان كلامك يا أبا سفيان أجوبتك صحيحة هذا الرجل اللي الآن ما فتح مكة وأنتم لا تزالون تضيقون عليه والله إن يملك مكاني هذا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج أدري فيه نبي بيطلع ولم أظن أنه منكم فلو أعلم أني أخلص إليه أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء اللهم صلي وسلم على رسوله هذا كلام هرقل هرقل اللي كان لما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه معركة مؤتب في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان هرقل مشغول بحروب فلما جاءه جيش المسلمين أرسل هرقل مئتين ألف مقاتل هذا لا بس اللي ما لهم شغل الجنود إذن الجنود اللي بقوا كم عددهم ومع ذلك هذا الملك العظيم عنده يقول لو كنت أعلم أني ممكن أوصل إليه وأنا سالم وأنا سليم ما أحد قتلني لو أعلم أني ممكن أوصل إليه وأنا سالم وأنا سليم لتجشمت لقاءه تعبت نفسي حتى ألقاه ولو أني عنده يا أبا سفيان كان ما أكذبه ولا أفارقه أغسل قدميه بالماء ما أريد منه ملكي أريده بس يخليني خادم عنده ثم قال أعطوني الكتاب يقرأه مرة ثانية فجاءوا بالكتاب قال قرأوه وأبو سفيان ينتفض معقول هذا ملك الروم وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا نتفق على شيء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتفق على شيء ما هو أن لا نعبد إلا الله لا نعبد نبينا ولا نبيكم ولا نعبد أصنامنا ولا أصنامكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يقول أبو سفيان فجعل القارئ يقرأ الكتاب وأنا أنظر إلى هرقل طبعا القارئ يقرأ بالعربي والمترجم يترجم وأبو سفيان يفهم على طول الكلام من غير مترجم هو كلام عربي يقول وإني لأنظر إلى هرقل وإن جبهته لتتحدر عرقا من كرب الصحيفة يتصبب عرق قال فكثر عنده الصخب لما قال لغسلت قدميه وقرأ الكتاب قالوا كيف يعني بيؤمن بيؤمن كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فقال أخرجوا وأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة أبو كبشة هو جد للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشهور وكانت العرب إذا أرادت أن تصغر من شخص نسبته إلى جد لا يعرف يعني غير مشهور أمر أمر يعني ظهر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام هرقل تحير فقال ادعو دحيا الكلبي وجاء دحيا دحيا كان ما ذهب يعني أنا قلت إنه رجع ما رجع لكنه أخرج من المكان لأنه لم يروي شيئا قال أخذ هذا الكتاب نفسه وذهب به إلى الأسقف العظيم الأسقف اللي لو أراد أن يغير هرقل غيره له سلطته على النصارى أعطيه الكتاب أخذ الدحيا الكتاب وذهب به إلى الأسقف فضل نظر فيه الأسقف فقرئ عليه فقال أشهد أن هذا هو النبي الذي أمرنا موسى وعيسى باتباعه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أخذ الكتاب ورجع إلى هرقل ودخل على هرقل طبعا ما أحد يمنعه هذا الأسقف تبركون به ويعظمونه قال يا هرقل والله إن هذا هو النبي الذي أمرنا موسى وبشر به وأمرنا عيسى وبشر به أمرنا باتباعه وإني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله يقول فثار القساوس عليه وقتلوا لما رآه هرقل الميت قال إذن أنا لو أؤمن ماذا سيفعلون به فخرج وأمر أن يجمعوا في حصن وأن لا يكون معهم سلاح فجمعوا له كبار النصارى كبار قومه يعني التجار والعظمى الذين لو أسلموا أسلم البسطة جمعوهم بين يديه في هذا الحصن وقال أغلقوا الباب فأغلقوا الأبواب فقام وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تقولون في اتباعه ترى هذا هو الذي أمرنا موسى باتباعه وأمرنا عيسى هذا جاء بمثل رسالتهم التوحيد وعبادة الله ما تقولون في اتباعه قالوا فحاصوا حيصة الحمر الحمر الوحشية لما يهجم عليها من يريد صيدها وقتلها تحوس وتوجهوا للأبواب يكسرونها ليخرجوا ليش ليأتوا بالسلاح وهو على مرتفع فلما رأى أنهم قاتلوه ما في حل هم قتلوا الأسقف قال اطمئنوا فإني ما قلت ذلك أمركم باتباعه وإنما لأرى شدتكم في دينكم قال فسجدوا له رجع هرقل متحير فقال لرئيس شرطته ابعث لي رجلا يفهم العربية ويحفظ الكلام فذهب وبحث ثم أتاه برجل من بني تنوخ قبيلة من قبائل العرب نصراني قال من أنت قال أنا أخو تنوخ أنا من قبيلة بني تنوخ قال اذهبي لهذا الرجل وأعطيه هذا الكتاب فما سمعته منه فاحفظ لي منه ثلاثة أشياء انظر إذا قرأ كتابي إذا سلمت إليه الكتاب هل يذكر كتابه الذي أرسله إلي أم لا هل يتكلم عن كتابة ولا لا وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل يذكر كلمة ليل وانظر بين كتفيه هل ترى شيئا يريبك في شيء غريب قال طي أخذ الكتاب هل تنوخي وإلى جزيرة العرب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والكتاب في يده ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا يا أخا تنوخ شوف بعدين شوف بلغ ما أنزل إليك من ربك قال الله عليه الصلاة والسلام هل لك في الإسلام دينك ودين آبائك ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ترى الإسلام هو دينهم وليس الشرك فقال التنوخي إني على دين قومي ولا أغيره إذ فارقتهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت بالقوة نخليك تسلم إنك لا تهدي من أحببت ثم أخذ الكتاب قال يا أخا تنوخ إني قد بعثت إلى كسراء برسالة فمزقها والله ممزقه وممزق ملكه وبعثت إلى النجاشي بصحيفة النجاشي ليس لأسلم أصحمه لا لأسلم مات رضي الله عنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغاب لكن ملك آخر لكن كل من تملك على الحبشة سموه إيش النجاشي قال وبعثت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وبعثت إلى صاحبك بكتاب فأمسكه فلن يزال الناس يرون منه خيرا ما دام الكتاب عنده آه قال التنوخي فكتبتها في عرض سيفي في سيف يغمد في غمد والغمد يكون من جلد يقول كتبتها عليه حتى ما أنساها ثم قلت من قارئكم فناوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه يقرأ فقرأ معاوية هرقل يقول أرسلت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عجبا فأين النار يقول له هرقل يقول إذا الجنة عرضها السماوات والأرض إذا النار وين طبعا الجنة يعني سعتها كسعة السماوات والأرض لكن برضو النار موجودة يعني قال دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عجبا فأين النار والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلما قرأ معاوية ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار يعني الأرض كبيرة إذا جاء النهار عندنا الليل يروح للجهة الأخرى قال فأين الليل إذا جاء النهار يقول التنوخي فقلت هذه الثانية وكتبتها شف عالم من علماء قومه يعرف كيف يكتب حتى قرئت الصحيفة ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ إن لك حقا علينا شف الأدب يا أخي ملك على قومه ورسوله ويكلم يعني رجل عادي جندي عادي يقول والله لك حق نبغى أن تجمل معك شف الكلام الحلو قال إنك رسول قوم وإن لك علينا حقا لكننا سفر مرمنون نحن مسافرين وجلسين على الرمل مثل ما تشوف ما في شيء نقدر نعطيك هي تمر ولا سمن ولا ثياب ما في شيء فقال عثمان أنا أجيزه يا رسول الله أنا عندي شيء ثم قام عثمان إلى عيبته إلى حقيبته وأخرج ثيابا صفورية صفر والصفر تعتبر ثياب حسن لأنها مصبوغة يعني وجاء وعطاها التنوخي هدية أخذها التنوخي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل من يضيفه قالوا أحد الصحابة أنا التنوخي الآن من شغل فرحان بالثياب وبالضيافة نحن سجل ثنتين باقي الثالثة وصحبه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكشف ردائك أبشوف ظهرك فمضى التنوخي يمشي مع الصحابة اللي بضيفه فلما مشى خطوات قال له عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ فالتفت قال لبيك قال أقبل فلما أقبل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وحرك ردائه وسقط الرداء قال انظرها هنا ثم امضي إلى صاحبك انظرها هنا ثم امضي إلى صاحبك يقول فنظرت وإذا خاتم النبوة بين كتفيه بارز كبيضة الحجلة أو كما قال فنظر خلاص انتهينا هذا الصفات التي يريدها هي رقل كلها انطبقت ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ردائه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم ومضى هذا التنوخي فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حرصه على تبليغ رسالته للعالمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدون به وممن يهتدون بهديه وممن يسيرون على سنته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم مية فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم اللهم وكل أهلنا في اليمن اللهم وحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام اللهم أصلح ذات بينهم واجمع على الخير كلمتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم كل أهلنا في كل مكان كل أهلنا في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر اللهم اقضي لنا حاجاتنا اللهم اقضي لنا ديوننا اللهم أصلح ذات بيننا أصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واشف مرضانا وفكاسرانا وقضي ديننا يا حيو يا قيوم صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله